ثلاث تغييرات منتقبة في تشكيل الوداد فكرت يختتم الموسم التاريخ لمحترف المغرب بلقاب جديد برسلون يكذب ميسي عبر بيان رسمي استقر قلب الجيكيس فين فاندينبروك مدرب الوداد على إجراء تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة الأهل المصري حيث سيدهر الوداد الرياضي بتشكيل مختلف عن الذي خاط به مباراة الذهاب بسبب تغيير فاندينبروك بعد قناعاته وأيضاً لاختلاف ظروف المباراة والهدف منها ومن المنتظر أن يتم الدفع بالثناء محمد أناجم وسيف الدين بوهر منذ البداية الذين شاركوا كبد إليني في مباراة الذهاب إلا أنه ما سيكون في التشكيل الأساسي بموقعة الدار البيضاء أسدل المغرب نايف أكرد مدافع وستهاما الإنجليزي استطار على الموسم الأوروبي بتفوق كبير للأسود بدأ أن توج بلقب دول المؤتمر لإلحق بذلك مواطنيه يوسفاً سيري وياسين بونو لعب إشبيليا الإسباني المتوجين بلقب الدول الأوروبي وواجه أكرد مواطنه سوفيان عمراب لعب فيورنتين الإيطالي وتفوق عليه بينما نهل أسامة الإدريسي لقب الدول الهولندي رفقة في نورد وتوج شادي رياد رفقة برشلونة بلقب الليقة وأنس الزروري بلقب شامبيون تشيب بصحبة بيرني وأشرف حكيمي بلقب الدور الفرنسي ومواطنه وزميله بالرواق الأيسار للأسود نصير مزراوي بلقب البونتسليقة وامتدت أظهر هذا التهلق خليجياً إذ توج عبد الرزاق حمد الله مهاجم أسود الأطلس بلقب السوبر والدور السعودي رفقة اتحاد جدة أصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً للرد على تصريحات الأرجنتيني ليوني الميسي المنضم حديثاً إلى إنترميام الأمريكي وكان ميسي قد صرح في حواره لسبورت وموندو ديبورتيفو برشلونة قال صراحاً فقط لكنه لم يقدم عرضاً رسمياً مكتوباً وموقعاً وقال أنا متأكد من أن هناك أشخاصاً في النادي لا يريدون عودتي لبرشلونة متابرين أن ذلك سيكون سلبياً للنادي بينما رد برشلونة على تصريحات البرغوز في بيان رسمي اليوم الإثنين الموافقة 5 يونيو الجاري أبلغ أخو الخيميسي والد اللاعب وممثله رئيس نادي برشلونة أخوان لابوراتا بأن نجله قرر الانضمام إلى إنترميامي رغم أننا قدمنا عرضاً له اشتركوا في القناة